رئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع تدعيات فيروس كورونا الصحة العالمية تؤكد أن الأنباء حول لقاحات كورونا مشجعة وتحذر من التراخي في الإجراءات الاحترازية ونيويورك تايمز تؤكد أن ترامب طلب من مستشاريه خيارات لضرب البرنامج النووي الإيراني الرابعة صباحاً الثانية بتوقيت جرينيتش مجهز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بهدف ضمان استقرار السياسات المالية والحفاظ على المصار الاقتصادي الآمن للدولة وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ونائبي وزير المالية وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021 أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن هناك مصالح مشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقدر كبير من التوافق في الكثير من الأمور وفي تصريحات خاصة لأكسترانيوز أكد السفير إدريس أن كل طرف يدرك أن المصالح الثنائية استراتيجية ومهمة مؤكدا أن واشنطن تدرك أهمية مصر في المنطقة رحبت منظمة الصحة العالمية بالأنباء التي وصفتها بالإيجابية والمشجعة حول التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كورونا وقال مدير منظمة الصحة العالمية تدريس أدانوم إن المعلومات حول اللقاحات مشجعة لكنه حذر من خطر التراخي في مواجهة انتشار فيروس كورونا وأعرب أدانوم عن قلقه الشديد لازدياد عدد الإصابات في بعض الدول مشيرا إلى أن التواقم الصحية والأنظمة الصحية باتت مستنفذة وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركية في الشرق الأوسط وأضاف بومبيو في حوار لصحيفة لوفي جاغول فرنسية أنه يتطفق مع الرئيس الفرنسي إمانيويل ماكران على أن التصرفات تركية في الأوينة الأخيرة عضوانية للغاية مشيرا إلى أن تركيا منخرطة في تصعيد الصراع بإقليم كارباخ وكذلك في التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط قالت صحيفة نيويورك تايمز وفقا لأربعة مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشاريه خيارات لاتخاذ إجراء ضد موقع نووي إيراني الرئيس في الأسبوع القادمة وأضافت الصحيفة أن ترامب طرح خلال اجتماعه بنائبه مايك بانس ووزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر مولر وغيرهم دراسة توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت الإيرانية إلا أنهم عارضوا هذه الخطوة باعتبارها تؤدي بسهولة إلى تصعيد الصراع وأضافت الصحيفة أن هذا الاجتماع جاء بعد يوم واحد من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح أكبر بمقدار 12 مرة من المسموح لها نفت الحكومة الإثيوبية ما تردد حول توسط أغندا لحل الأزمة في إقليم تيجري وقال فريق العمل الحكومي المعنية بالتعامل مع الصراع إن التصريحات بشأن الوساطة في أغندا غير صحيحة وجاء النفيو الإثيوبي بعد تغريدة للرئيس الأغندي يوري موسيفيني دعا خلالها لإجراء مفاوضات عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الإثيوبية مشاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار وفي النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد أكستر نيوز HD هو 12.303 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب أفقي نلقاكم على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر